يستمر معرض التمويلات الإسكانية الذي تنظمه وزارة الإسكان في مجمع سيتي سنتر البحرين والذي لاقى إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين منذ افتتاحه حتى مساء يوم غد السبت ويضم المعرض العديد من الخدمات التمويلية والعقارية التي تتيح للمواطنين المرونة في الإطلاع على ما يمكن الاستفادة من خدمات إسكانية حقق معرض التمويلات الإسكانية نجاحاً ملحوظاً منذ افتتاحه حيث لقى تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين مع الخدمات التمويلية التي أتحها هذا المعرض إذ تم حجز العديد من الوحدات والشقاقي وقسائم المخططات السكنية التي وفرتها الشركة العقارية نحن مشاركين في معرض التمويلات العقارية وهذه المشاركة الثانية لنا في المعرض في هذه المشاركة حاولنا أن يكون عندنا عروض استثنائية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية فوفرنا تخفيضات في عدد من المشاريع التي مشاركين فيها بالإضافة لتخفيضات في العمولة الخاصة بالشركة لما زرنا ستي سنتر البحرين اليوم قدرت أن أنا أخذ أكثر من فكرة عن المكان اللي خلتها وزارة الإسكان حق المواطنين لأكثر من مرة أو مرتين زرت أنا اللي سويتها وزارة الإسكان وأخذت فكرة عن شقة عن بيت مزايا والحمد لله كل المكاتب العقارية وفرت إلى الخدمات وطرح المعرض أكثر من عشرة آلاف عقار بأسعار تلائم التمويلات الإسكانية مما يعكس وفرة المعروض في السوق العقاري التنوعة الأغراض التمويلية ما بين شراء وحدات أو شقق أو قسيمة سكانية وبناء عقار والمشاركة بين مجموعة من الأفراد لشراء أو بناء عقار وغيرها من الخدمات العديدة التي توفر على المواطن مشقة البحث وتتيح له الحصول على السكن الملائم من دون فترات انتظار تنظيم ممتاز وواجد وفر علينا أمور تواجد كل البنوك وتواجد كل الوكالات العقارية هنا في مكان واحد واجد سهل علينا أن نأخذ قدر الإمكان المعلومات ونرى الخيارات المتوفرة ومن طبعا بنغل إسكان بعد ما قصروا فتواجد الكل في مكان واحد يعني مجهود جبار يشكرون عليه يأتي معرض التمويلات الإسكانية ليعكس خطة عمل وزارة الإسكان التي تهدف إلى التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخيارات الإسكانية الفورية والملائمة ترجمة نانسي قنقر